بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس الثاني والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين تكلمنا في الآية السابقة في تفسير قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون وبقي أن نبين نبين ما نستطيع مما تدل عليه هاتان الآياتان من الأحكام بإذن الله وقبل ذلك نحب أن ننبه على أن اليهود اليوم سموا أنفسهم إسرائيل أو دولة إسرائيل وإسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه السلام وهو بريء منهم لأنهم كفار وإسرائيل نبي الله عز وجل والأنبياء براء من الكفار ومن المشركين ولو كانوا من ذريتهم فإنه لا يكون من أتباع الأنبياء والمنسوب إلى الأنبياء إلا من كان على دينهم سواء كان من ذريتهم أو من غير ذريتهم وأما من لم يكن على دينهم فإنه ليس منهم وليسوا منهم ولو كان من أقاربهم ولو كانوا أولادهم ولهذا إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه وهذا نوح عليه السلام خالفه ابنه فابنه أصبح كافرا وهلك مع الكافرين في الطوفان ولم ينفعه أن أن والده نوح عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد يا عباس عم رسول الله يا صفية عم رسول الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك سليني من مالي لا أغني عنك من الله شيئا فالقرابة من الأنبياء لا تنفع إلا مع الإيمان وأما مع عدم الإيمان فإن القرابة لا تنفع من الأنبياء عليه الصلاة والسلام فكون اليهود انتسبون إلى إسرائيل وهم على ما هم عليه من الكفر ومخالفة الأنبياء هذا الانتساب باطل وإن كانوا هم بني إسرائيل لكن لما لم يكونوا على دينه فإنه لا ينفعهم كونهم بني إسرائيل فتسميهم بإسرائيل تسمي باطل ويترتب عليه محذور وهو أن الناس الآن يذمون إسرائيل ويلعنون إسرائيل فيكون الذم ويكون اللعن واقعاً على هذا الاسم الكريم اسم النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود هؤلاء الخنازير الطواغيت ومن العجب أن بعض المسلمين راجع عليه هذا اللفظ فصار يعبر به عن هذه الدولة الملعونة فيقول إسرائيل قالت إسرائيل فعلت إسرائيل ولعن الله إسرائيل إلى غير ذلك فيجب التنبه لتجنب هذه التسمية وأن يسمون باسمهم الحقيقي المذكور في القرآن أنهم اليهود أنهم اليهود ولا يقال إسرائيل وهم فروا من هذا من أجل اللعنات التي صبت عليهم في القرآن ففروا من لفظ اليهود إلى إسرائيل فنحن لا نوافقهم على هذه التسمية الباطلة يوخذ من هذه الآية الكريمة أن الأصل في الأطعمة الحل ولا يحرم منها إلا ما حرمه الشرع قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه وهذا مقياس عام في جميع الدول والأمم أن الأصل في الأطعمة الحل لأن الله خلق لنا ما في السماوات والأرض جميعا منه وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض فلا يحرم إلا ما حرمه الشرع وهذه قاعدة عظيمة يبني عليها الأصوليون أحكاما كثيرة ثانيا يوخذ من الآية ثبوت النسخ في الشرائع والنسخ كما عرفه الفقهاء أو علماء الشريعة النسخ هو إزالة حكم بدليل متأخر إزالة حكم وإثبات حكم آخر بدليل متأخر متراخ عن الدليل الأول الذي ثبت به ذلك الحكم الأصلي والنسخ فيه مصالح للعباد فيه تخفيف على العباد وقد يكون فيه تثقيل على العباد حسب حكمة الله سبحانه وتعالى وقد يكون النسخ إلى بدل قد يكون النسخ إلى غير بدل فالنسخ ثابت في الشريعة ومجمعة عليه الأمة ولم يخالف فيه إلا من شذ ففي الآية ثبوت النسخ في الشرائع وفي شريعة الإسلام فقد نسخ الله أحكاماً في القرآن ونسخت السنة أحكاماً وهذا شيء معروف عند العلماء وفي الآية الرد على اليهود الذين ينكرون النسخ في أنهم ينكرون شيئاً ثابتاً لكنهم أنكروه عناداً ومكابرة من أجل أن يجحدوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم مثل القبلة قبلة نسخة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة هم ينكرون هذا ينكرون الإنصراف في الصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة بناءً على قاعدتهم المكذوبة أن النسخ لا يقع في شرع الله ثالثاً يوخذ من هذه الآية الاحتجاج على المعاند بما يعترف به وأن ذلك من أقوى الحجج فإذا كان المعاند يعترف يعترف بشيء هو من صالح خصمه فإن خصمه يعتج عليه بذلك ولهذا قال جل وعلا ألفأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين احتج عليهم بشيء عندهم وهم يعترفون به فدل على أنهم مكابرون وأنهم إنما هم أصحاب هوى ولا يطلبون حقاً وقد وقع مثل هذا في قصة اليهودي الذي الذي زنى بزهودية في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا يسألون الرسول عن الحكم النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن الحكم عندهم قالوا إنه يحمل على دابه ويسود وجهه ويطاف بالأسواق فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان من أحبارهم قبل الإسلام قال كذبوا يا رسول الله فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم التوراة فأحضرت ووضع ابن سوريا أصبعه على الآية التي فيها حكم الرجم فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفعها فإذا هي تلوه أن حكمه الرجم هذا استدلال عليهم بما عندهم حتى يكون ذلك أقطع لحجتهم ويوخذ من الآية تحريم الكذب على الله فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون يوخذ من الآية أيضا أن من كابر الحق بعدما تبين له فهو ظالم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كامل اللقاء ابي決ال مجرد ما